موسيقى رئيس الوزراء يكلف بتطوير وتوسعة مطاري سانت كاترين والتغطية الجيدة لخدمات المحمول مجلس الوزراء يشدد على الازالة الفورية لجميع المخالفات التي لا تسدد مبلغ جدية التصالح ووزير الداخلية يبعث برقية تهنئة الى رئيس سيسي بمناسبة الذكرى الثامنة والستونة لثورة ثلاثة وعشرين يوليو موسيقى قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة موسعة الى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء يرافقه خلالها وفد كبير من السادة الوزراء وذلك في اطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالعمل على تطوير مدينة سانت كاترين وإقامة مدينة سانت كاترين الجديدة وتفقد رئيس الوزراء فور وصوله الى مطار سانت كاترين سائر ارجاء الميناء الجوي حيث كلف بتنفيذ خطط لتطوير شامل لمطار سانت كاترين وتوسعته ورفع كفاءة صالة المطار وتهيئته ليعمل على مدار الاربع وعشرين ساعة وكلف مدبولي بان تتولى وزارة الاتصالات التنسيق لتغطية محيط المطار وطريق المطار بخدمات جيدة للتليفون المحمول كما كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بوضع تصور كامل لتنمية منطقة واد الراحة بمدينة سانت كاترين وإيجاد مدينة سياحية متكاملة لهذه النقطة الهامة القريبة من قبل التجلي باعتبارها الأقرب لكل الأماكن التي يزورها السياح وزوار سانت كاترين مع تنفيذ استراحات في مسارات تحرك الزوار في هذه المنطقة الساحرة الهامة جاء ذلك خلال تفقده والوفد المرافق له لمنطقة واد الراحة بمدينة سانت كاترين كما أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية مشروع الصعب الزراعية والاستصلاح الزراعي بمدينة سانت كاترين بجنوب سينا في تحقيق أهداف التنمية من خلال الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها المنطقة الزيتونية بالمدينة من التربة والمناخ في انتاج أصناف زراعية متميزة فضلا عن توفير العديد من فرص العمل لأهالي المنطقة وزيادة قدرتهم على تنفيذ مشروعات صغيرة تتكامل مع الزراعة مثل التعبئة والتسويق كذلك خلال تفقده والوفد المرافق له منطقة الزيتونة بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سينا نشر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء بيانا صلت من خلاله الضوء على تفعيل اجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها مع الازالة الفورية لجميع المخالفات التي لا تسدد مبلغ جدية التصالح وجاء في البيانة انه يتم سداد مبلغا يساوي 25% من قيمة مقابل التصالح وذلك على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب وكذلك الطلبات التي سيتم تقديمها حتى انتهاء الموعد المحدد قانونا بعث وزير الداخلية يالوى محمود توفيق برقية تهنئة الى رئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو كما وجه وزير الداخلية برقية تهنئة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربي ورئيس اركان حرب القوات المسلحة لمنسرة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة يوليو